اشتركوا في القناة اه ولو حصل دامج لي اللي هي نيرونز بتاعة الفيستيبلو اوكولار ريفليكس اه مثال اخر كمان احنا بنتكلم عليه هو اه المثال الاخر اللي هو البرزم هلا لو انا اه قدامي اللي هي اه اه في لوحة اه انا اه برمي عليها اللي هي اسهم يعني انا عندي هيك فيه سهم وفيه قدامي اللي هي لوحة برمي السهم عليها بالشكل هذا هلا اللي بصير انه انا يعني اذا انا برمي اللي هي السهم اه اه اللي هي على اللوحة بيجي فيها في نص اللوحة بالضبط لكن انا لو لبست اه قدام عيني اللي هو منشور منشور زجاجي المنشور هذا في حد ذاته مباشرة المنشور هذا بشكل هذا لو انا حطيته قدام عيني بالشكل هذا الزجاجي هلاقي انه اللي هو المنشور راح يغير اللي هو شكل الاطار الخشبي اللي انا بدي ارمي عليها وبالتالي انا النظر بتاعي حيشوف وين بدي ارمي وبالتالي لبريزم المنشور حيغير الاتجاه الديريكشن فحصير اضرب في اتجاه مخالف بعيد بالشكل هذا طيب بعد هيك بعد فترة after a while بلاقي انه اللي هو الاني صرت بعد فترة اضرب فيه اللي هي مركز اللي هي اللي هي الدارت هادي اللي هي اللوحة اللي بضرب فيها طب مين اللي خلاني الاول اعمل هيك وبعدها اضبط اللي خلاني يعني انحرف اللي هي البرزم اللي هو المنشور طب مين اللي نخلاني بعد شوية افترة a while انه اضرب في نص اللي هي اللوحة اللي هي السيربيلم السيربيلم عمل على اعادة اللي هي اه او الريكابراليت ريكابرالي اعاد عملية تنظيم اللي هو الضرب اللي هي السهم طيب انا اجيت السهم بدل ما حطه هيك كان هيك وغير الاتجاه انا رحت شلته الشيل بتاعه في حد ذاته هيخليني مرة تانية اضرب على النص بس المرة هادي مش هيجي على النص هيجي على الجانب الاخر لما بيجي على الجانب الاخر بعد فترة بلاقي انه ايضا كمان بعد فترة بلاقي انه حصار ريكا جسمت وصرت اضرب انا في النص طب مين اللي عمل الكلام هذا برضو مرة تانية اللي هو السيربيلم برضو اعاد عملية حساب اللي هي التصحيح في عملية ضرب اللي هو السهم لكن اذا السيربيلم في حد ذاته حاصل فيه دمج يعني انا بديت اضرب هيك وصار انحرفت هيك يمين او شمال تمام سواء بل هي البرزم او بدون البرزم بس هنا هوت المرة هادي يختلف انه اللي هو السيربيلم ماش موجود اذا في اللحظة هذي اذا السيربيلم ماش موجود اذا انا بفضل اضرب في الاتجاه الخاطئ سواء في بريزم او مفيش بريزم لانه السيربيلم هو اللي بيعمل عادة اللي هي ضبط اللي هي السهم انه يروح في النص نشوف مع بعضينا هيك نتطلع مع بعضينا التوضيح نشوف مع بعضنا نتطلع على الاكزاملز الموجودة مور اكزاملز وسيربيلر ليرنج هنا هوت هاي مثلا لو شخص هنا واقف وبرمي شخص هنا واقف مثلا وبرمي على برمي على اللي هي مين هنا هوت على اللي هي اللوحة الدارت هنا هوت الدارت اللي هي اللوحة بنقدروا فيها السهم هنا هوت وشخص واقف هنا هوت بس لابس هنا هوت اللي هي البرزم البرزم انه فرونت في يور اي والالتر بتغير مكان وير ذا تينكس ابيرتو بي لكن بدون البرزم نفسها بدون البرزم نفسها بنلاقي اللي هو الدارت از ثرون دايريكتلي هادي اللي هي النمرة واحد نشوف مع بعضينا اهو لو انت عندما ترمي الدارت السهم وانت لابس اللي هي البرزم هنا هوت الدارت بورد الدارت بورد هاي دي الخشبة ابير انها بتظهر انها لذلك هنا هوت يعني بدل ما تضرب في النص هنا هوت هتلاقيه زي ما احنا شايفين السهم وين روح على جانب تو دا سايد دارت بورد ابيرز دي سبليت تو دا سايد انت مش هتضرب في النص حتتضرب على جانب طيب هنا هوت اه مرة تانا بالتجريج جراديولي السيربيلوم عنا هنا هوت حيصلح دا سيربيلوم جراديولي يورو سيربيلوم هيل بكوريكت دي سيرو حيصح هذا اللي هو ايه الخطأ حيضرب في النص مش حيضرب على جانب طيب هلا لو احنا نهائي اجينا شلنا اللي هي المنشور نهائي وين يو تيك ذا بريزم اوف يو اجين مرة تانا حتتفقد بدل ما تكون تضرب على جانب اوف النص هنا مرة تانا دارت بورد هنا هوت ظهرت انها برضو على الجانب بس على الناحية العكسية لكن مرة تانا برضو كمان زي ما احنا شايفين اللي هي السهم برجع اجين اجين ذا سيربيلوم اجين كوريكت ديس لكن عزائي طلب السنة ثالثة لكن هنا هوت بدون السيربيلوم وذاو ذا سيربيلوم الارور هنا بيستمر الخطأ هنا بيستمر يعني مفيش ارتداد انه يرجع يضرب في النص لانه حيفضل على طول continue الادرات والدارت سهم والي throw outside بدون rebound بدون رجوع اللي هي السنتر when the prism is removed سواء removed او مش removed حلقيه بضرب دائما في السرار لكن هنا هوت في اللحظة هذه اللي هي سيربيلوم there is no cerebellum there is no cerebellum تمام نفس الاشي هذا بنطبق الكلام اللي كلمنا على انه اللي هو السيربيلوم بيعمل عادة عادة حوسبة recalibrate اللي هي المقياس السهم وين بروح على اليمين او على الشمال او في النص المثال هذا ايضا له مثال اللي هي مشابه اليه اللي هي النظارة لما انا بفصل نظارة جديدة glasses have similar effect لها تأثير مشابه التوبريزم الى تأثير النظارة اللي هي المنشور بحيث انه فيستيبلو اكلر ريفليكس ري كاليبريت فيستيبلو اكلر ريفليكس بعيد عملية حوسبة وين ذا نيولينس لما نكون اللي هي العدسة الجديدة اللي هي لسه لتزال موجودة اذا احنا من خلال هذا المثال الثاني نستطيع انه احنا نفهم من المثال الثاني انه اللي هي السيربيلوم اللي هي دور مهم في عملية الموتور اللي هي ري اجسمنت او اجسمنت اه فالو دور مهم جدا في عملية اللي هي اجسمنت او ري اجسمنت وهيك طبعا في امثلة ثانية هنشوف برضو الو دور كبير جدا السيربيلوم في عملية اللي هي الموتور ليرنينج واللي هي موتور ري اجسمنت شكرا لكم طلبة السنة الثالث على طبيعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدكتور محمد السلطان اشتركوا في القناة